وزيرة الصحة طبعاً اتكلمت على الخدمات الطبية اللي قدمتها وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية في الفترات الماضية وقدمت للنواب الأعداد اللي قدرت تتعامل معها هذه المبادرات لعلاج المواطنين فيروس سي وفرت تقريباً وهذه المبادرة وفرت على مصر 64 مليار جنيه ومصر أصبحت نموذج في القضاء على فيروس سي في العالم وقالت ان القوائم الانتظار بقت أسبوع واحد فقط وحصل مسح خمسين مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة واتعاملت مع النواب وتم تحويل كل هذه أو البيانات دي كلها وهذه الأرقام للإجانة المختصة داخل المجلس لاستمرار المناقشات هو تفتكروا أن لما يبيجي وزير ويقدم بيانه أن خلصت الحدوتة كده لهذا البيان بيسجل في مضبطة اسمها مضبطة المجلس مجلس النواب ويسجل أيضاً تعليقات السادة النواب مع الوزير في مضبطة المجلس ثم تحال هذه البيانات وهذه المضبطة وغيرها إلى اللجان المختصة لاستمرار النقاش واستمرار الاستماع إلى أراء النواب مع المسؤولين في الوزارة ومع الوزير المختص ثم تعاد كل هذه الأمور في بيان بيصدر أو في تقرير يصدر عن هذه اللجان المختصة من الواضح أن احنا أمام برلمان حيكون شغله كتير أوي في الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر